الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله جل عن المسيل والشبيه والنظير سئل الحسن البصري رحمه الله يا إمام كيف حققت الزهد في الدنيا فقال بأربعة أشياء علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فضمأن قلبي وعلمت بأن عملي لا يبقنه غيري فانشغلت به وعلمت بأن الله مطلع علي وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعتدت الزادة للقاء الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أغر حبيبي أغر عليه بالنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي لاسمه إذ يقول في الخمس المؤذن أشهده وشق له من اسمه ليجله فذل عرش محمود وهذا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا إمام الحرمين ويا حبيب رب المشرقين ويا جد سيد الإمام الحسن والإمام الحسين ثم أما بعد لو ركزتم على يمسي ثلاث دقائق ثلاث دقائق عايزين نفوق شوي عثمان بن مضعون رجل من المهاجرين ممن شهدوا بدرا مع رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئ فقد غفرت لكم لما مات عثمان بن مضعون جاءت امرأة يقال لها أم العلا اسمع يا مغرور اسمع يا من أكلت أموال اليتام ظلما وعدوان عثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصال لما مات جاءت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلا والحديث بطوله عند الطبراني والإمام أحمد في المسند بسند صحيح فقالت أم العلا وهي تقف أمام هذا الجسمان قالت اسمع اسمع أما أنت يا عثمان فقد جاءك اليقين من ربك فأنت من أهل الجنة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم العلا يا أم العلا ما يدريك أن عثمان بن مضعون من أهل الجنة يا خبر يا ربي ده شهد باد شهد معركة باد والنبي قال لأهل بادر اعماله ما شئ فقد غفرت بناته تم العلا تم العلا بتقول انت داخل الجنة فسيدنا النبي بقول الله يمع العلا من أدراك أن عثمان بن مضعون من أهل الجنة جنة لو واحد يا حالك في الأيام ما كانت عثمان جنة من أهل الجنة جورج بوش شرون الكفرة القتلة الظلمة المجرمين المنافقين الحاقدين الذين يستهزعون بدين رب العالمين من اللي يخش الجنة النبي ما سبحاش اوعى تحكم لحد الجنة ونا انتو عارفين الراجل اللي قال له صاحبه اللي كان بيسرف على نفسي بالزنوب والمعاصي قال له توب قبل أن تموت مفيش فايد صلي مفيش فايد زكي مفيش فايد توب الموت والقبر مفيش فايد اسمع فصاحبه آخر مزيه قال له ايه والله العظيم عمرك ما هتهرد على جنة فقال الله عز وجل من الذي يتألى عليك مين اللي بيحلف عليه فقد احبطت عملك وأدخل صاحبك الجنة اوعى تحلف على ربينك يقول لك انت عارف فلان دهوه والله العمر الله وارد على جنة ليه يا جنة ابوك يا جنة ابوك كان كتبها لك باسمع من اين لك تحكم بجنة او نار اسمع وانعزم الصلة في جباس عسينة خلص عثمان ابن مبعون قالت للمرأة يا رسول الله ان لم يكن عثمان ابن مبعون من اهل الجنة فمن نشيح في جنة وفي ناس وكلا حقوق ناس بيجحاوي وكلا حقوق ومزور لقداد وقاطع ولاده عشان يرطي السيد عشان يرطي المدام اربع عوض للمدام اوموا في البدرون خلي بالك بتحق وتكلموا الناس كلها هتخش الجنة لان رحمة ربنا واسعة كلامه صاح رحمة ربنا واسعة جبت الكلام دا من ايه هاتي الاية مئة ستة وخمسين في الاعراف على ايدك الشمال قال جل وعلا ورحمتي واسعة كل شيء لمين شوف البرواز با لمين الرحمة قال فساكتبها للذين يتقون يا رجل واحد لمين مش للقاتل مش لللي ادوهم اتطخب الدماء مش اللي خربوا البلاد والعباد مش المنافقين والحاقدين والحاسدين فساكتبها لمين يا رب للذين يتقون اسمع قال لها يا ام العلاء اما واني رسول الله اسمع اسمع النبي ولا انا الرسول انا الذعيم والنبي الذعيم انا اديك معلومة باك الزعيم ما تطلق الا على شخص المصطف لا تطلق على اي شخص في الارض الا على شخص الحبيب هو اللي قال انا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح ولو كان صادق الزعيم علي يعني ضامن نتوحد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي اما واني رسول الله والله لا ادري ما يفعل بي ولا بك صحيح خب احنا هننغل اي رجاج وشو ارهو خوال جو اتنين من الشرقية اخوات والله العظيم الحاجية تقص حقيقية لما نجي نحن نقصص للناس شو في التخيل اتنين اخوات عشرين سنة ما بكلموش بعض وعشرين سنة بيجروا في ساحة القضاء والمحاكم ربنا يقدر اللي عشرين سنة ما بكلموش بعض وبيجروا في المحاكم عشان تفدها ربنا يقدر الاتنين يموتوا في يوم واحد ويصلوا عليهم الناس في مسجد واحد ويمشوا في مشهد واحد ويدخلون قبرا واحد لان الذي يدبر الكون هو الله الواحد بعد ما داخلوا القبر الفدان زي ما هو في البلد والله زي ما هو نغطعين ضعب على الضار كل يوم عمون شكله في الشارع عشان الضار اخوات سبع اخوات كل يوم السبع ماتر الضار يطالع على ظهره في النحس والارض زي ما هي والشارع زي ما هي فاتفوق شوف مكانك انت بعد ما تخلط اخلط جيه وبعد جيه عايز اخته وبعد ما اخته عايز اتجوج ما فكرتش يوم بالايام بعد ما اطلع من الدنيا محمول على الاعناق عمو حفير جنة ولا نار ابو بكر ابو بكر الصديق يدعو من باب الصلاة رب الله يدعو من باب الصلاة واهل الصيام من باب الريات واهل السكاء من باب السكاء فقال ابو بكر وهل يدعى احد من هذه الابواب كلها يا رسول الله قال نعم وانت هو يا ابا بكر انتهيوا ومع ذلك ابو بكر بقولنا لو حطيت رجل يمين في الجنة منشي مكر الله قبل ما حط الشمال يرجع ابو بكر ليه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال لو بعث الله مناديا يوم القيامة وقال كل الناس في الجنة مسلم ومسيح ويهود وانت نعم نشاق مرسلش الفاج ننصل في عزبة صجرة صف ونص العزبة صجرة العزبة نعمة شخص شوفوا مزد الطقو عليك الماكرافون وعزبة صجرة عليك الماكرافون وجمع السلام عليك الماكرافون هو نايم واحسن حاجة يقول لي شكاله الداخلي عزناه بشدة الرابع يا عم قوب فوق يا عم الموت يأتي بغته ويأتي على حين غره شفت عمر بن الخطاب واختم بها قال اسمع لو بعص الله مناديا يوم القيامة يقول كل الناس في الجنة الا واحد لظننت اني ذلك الواحد سيدنا ابو بكر عيانه جاضي لما كان مسك الخلافة كان رئيس الدولة الاسلامية عيانه جاض سنة سيدنا عمر كحتاه تقلياته جدنا مش لجال ليه مش حاجة مش حاجة مجاليش قضية خام يجي سيدنا عمر بقى يشوف نصرفها كم قضية ونجسي اشوف واحد مرة رافع قضية على رشعه ولا بوش انما رافع قضية على بوش على امه على اخته على جاره المسلمين بعضهم مع بعض عزلني جدد اسلامنا ثاني عزلني جدد اسلامنا ونرجع لربنا واختم بهذه الابياب يا نفسه قل للنفس كذب يا نفسه قد اذف الرحيل لا يلعب بك الامل الطويل فلا تنزلن بمنزل اللي هو القبر ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فلا يبق العزيز ولا الزليل ايها الاحبة الكرام نحن في عزاء الام الراحلة الحجة بشرى ام محمد اشهد الله في عليائي انها كانت من الصالحات وكانت موصبة في سنها ومرضها على درس النساء في مسجد عزم كل يوم اتنين لا تتخلق ولما علمت ان هناك درس للنساء في مسجد النوردة مع كبرة سنها كانت تذهب كل يوم ثلاث بعد صلاة الظهر لتسمع عن الله ورسوله وفي ناس اعدى في صحته اعدى في الشوارع نشوف تجيب ايه تتطلقت تتجوزت تتخطبت عملين يرغم وغيب ونميمه واقسم بالله ثم اقسم بالله سيندم ندما وسعت الندم لن ينفع الندم اذا وقفت بين يدي الله فهذه الام الراحلة كانت دائما وابدا كلما تخطبت خطبة مسجد عزم تصاع على اي واحد ميت قد تطلع تقول لي دائما اسي الكلام دليل على انها عندها استعداد للموت اسأل الله عز وجل ان يجعل هذه الليلة اسعد الليالي عليها وان يلطنها حجتها وان يسقيها من يد الحبيب شربة منيئة مريئة لا طغم بعدها ابدا واتخدم لعائلات نافع بخالص العذاء واسأل الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته